اهلا بكم في سؤالك مهم سؤال النهاردة من سيدة بتقول يا دكتور انا عندي افراجات لونها ابيض وليها ريحة وحشة كمان عندي حكة اخد ايه طيب زي ما شرحنا قبل كده في فيديو كامل عن الالتهابات المهبلية كلمنا عن الانواع والعلاج بتاعها بس سريعا كده دي التهابات فطرية ليه قلت التهابات فطرية دايما احنا لما بنيجي نشوف الالتهابات بتشوف لو الالتهابات دي لو في افرازات لونها ابيض سميكة شوية كده بتبقى دي عدوى العدوى فطريات تمام بتمتاز اكتر كمان ان بيبقى معها حكة كبيرة اوي بيبقى معها حكة وحرقان في البول وحرقان اسناء الجماعة كمان ما بيبقاش ليها ريحة وحشة لكن لو ما فيش غسيل باستمرار بتطلع لها ريحة طيب ايه العلاج يا دكتور ايه العلاج طيب زي ما قلنا في الفيديو اول حاجة في العلاج هناخد غسول الغسول زي ايه هناخد حاجة زي البتادين البتادين فاجينال دوش هناخد البتادين فاجينال دوش نغسل بين مرة الصبح ومرة بالق Drug service Bourache استخدم الدوش اللي موجود ده ده جوا. استخدم الدوش ده. لا يا ست الكل. ما تستخدميش الدوش ده خلص. الدوش ده ممنوع لان هو مضرب. البتاع ده هتفضي غطة من هنا على لتر مية دافية وتغسلي به وتغسلي به لحد لما تعمل. بعد ما تعملي تنشفي وبعد ما تنشفي هتجيبي كريم من الصيدلية اسمه وتدهني من برة بس. طيب بس كده لأ هنبدأ ناخد حاجة زي قلت لكم عليها لازم ناخد حاجة مضادة للفطريات. زي ايه? حاجة اسمها دي المادة الفعال. يا اما هتلاقوها موجودة في حاجة زي حاجة زي كده زي او في حاجة زي كده في في انواع كتيرة منه مش لازم مش لازم نوعها الاصلي ممكن نستخدم اي نوع سواء اه يعني ده مسلا بثمانية وعشرين وده بسبعة وعشرين درهم التانية بحاجة واربعين درهم فانت ممكن تستخدمها. هناخد كابسولة مرة واحدة في الاسبوع هناخدها لمدة اسبوعين. تمام? وبعدين هناخد يا دكتور هناخد حاجة اسمها بروبيوتيك. بروبيوتيكس اللي هي دي. البروبيوتيك. البروبيوتيك دي بكتيريا نفعة. ليه بناخد بكتيريا نفعة? لان البكتيريا النفعة دي بتبدأ تنشط فهي بتشتغل كمضاد حيوي كمضاها بتبدأ تأكل البكتيريا تانية وتبدأ ترجع الدرجة الحموضة اللي موجودة في المهبل. فبالتالي تمنع وجود اي اي عدوى او اي بكتيريا او اي حرقان يكون موجودة. هنكمل على البتاع. ال ده ما نكملش عليه اكتر من خمس ايام. يعني ده ما بنستخدموش كل يوم. ليه ما نستخدموش كل يوم? لانه هو بيعمل جفاف شديد جدا في المهبل. لو عمل جفاف في المهبل هترجع عندك الحكة مرة تانية. انا كده جاوبت على عدوى العدوى العدوى الفطريات للمهبل. وده كان العلاج بتاعها. اشوفكم على خير في حلقة جاية من سؤالك مهم. دمتم في نعمة. دمتم في صحة. دمتم في فضل من الله. مع السلامة. اشتركوا في القناة